السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء التالت من فيديو الاسئلة ما كنتش عاوز ان انا اطول عليكم بالشكل ده بالسنة جالي ربعمية سؤال يعني كتير جدا ومش عاوز ازعل حد فوالله يعني رغبنا هو صعب جدا ان انا اجاوب الاسئلة وارا بعد وارا بعد وارا بعد كده بس انا معاكم ان شاء الله واتمنى كون ده حاجة كويسة لو شايفين ان ده مش هيبقى حاجة كويسة بلغوني ومش هيبقى فيه وقت بقى لمقدمات خلينا نجاوب على طول ازاي المراجعين بيحصلوا على الهواتف قبل نزولها طبيعي او استاذ يوسف الشازلي ان هما يحصلوا على الهواتف قبل نزولها عشان لما الجهاز ينزل يقولوا لحضرتك رأيوهم في الجهاز ويخلوك تشوف تشتريه ولا لأ اما ايو اي تن حينزل انت للميت لايت في خلال شهر اتناشر ظاهرة النص تش دي هتفضل موجودة رغم كرة تسعين في المية من الناس ليها لا اتجه ودلوقتي ان هما يعملوا فول سكرين او شاشة كاملة زي ما في الاوبو فايند اكس وزي ما في الاوبو دروب نوتش وزي ما في اجهزة كتير من مايزو ومن هواوي ومن كل الشركات هيبتدوا يتجوا لالغاء النوتش المزعيجة للناس السلام عليكم تنصحوا لنصيحة معي جي سري 2016 اشتري نوت فور او جي سيفن برو بسبب ازا جالما اني انا بتركيا والاجهزة غالية بفرق مية جنيه عن سوريا مية دولار عن سوريا والله انا ما عارفش اسعار في سوريا بس يعني من اللي موجود قدامي ده والله يا استاذ ايوب انا انصحك تجيب الجي سيفن برو اجيب موبايل من مصر ولا نفس الموبايل من السعودية والله ما بقتش قاعدة يا حازم في اجهزة في مصر ارخص من السعودية اجهزة في سعودية ارخص من مصر فحسب سعر الجهاز راجع السعر في مصر السعودية هتعرف اجابة السعر سهر اخي اخوة محمد اغلبك اه انصحني اشتري سامسونج ايت بلاس وهل المعالج قوي اه طبعا ايت بلاس اه سامسونج ايت اه اس ايت بلاس جهاز محترم والمعالج جهاز مود معاك ولو قدرت تكمل شوية وتجيب الاس لاين هيبقى افضل طبعا اشتري الشاومي مية لايت ولا لا ايه رايك فيه جهاز كويس جدا وانا شايفه كويس اه الكاميرا اللي بستخدمها اللي قدامي دي هي كاميرا كانون دي متين وا اه اه ايه معدات التصوير يعني كاميرا وصوفت بوكس وطريبود والحاجات الطبيعية اه اللي بستخدمها اي حد بيبدأ تصوير يعني حنتقابل امتى بقى لو سمحت والله قريبا جدا ان شاء الله في خلال الاسبوع ده ازا ما كناش تقابلنا وقت ازعت الفيديو يا استاذ محمد حمو ايه رايك في التحديس الجديد لشاومي نوت فايف للاسف ما جربتوش لكن لو بتتكلم على الام اي 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 تن فهو كويس جدا اه اريد اشتري الجهاز دلالعاب مثل فورتنايت وباب جي ما يهمني الكاميرا والشكل او اي شي اهم حاجة عندي الاداء هات بوكو فون 845 ومحتار اه لأ ومحتار بين جهازين سامسونج سامسونج نوت ناين وان بلاس سكس تي بصراحة انا هجيب وان بلاس سكس تي لو انا كمحمد يعني ممكن لان يستهويني اجهزة وان بلاس لكن وبرده المعالج قوي يعني انا بقى يعني انا رأيي الوان بلاس سكس تي بصراحة ريل مي ولا ريل مي تو برو هينزلوا مصر امتى اقولنا ان الشركة غالبا هتيجي مصر في شهر يناير اه الريل مي برضو السؤال عادر اصور بوضع البورتري من غير الكاميرتين في موبايلات الجوجل بيكسل اه بتقدر لانها بتبقى سوفت وير وتديك اداء كويس استنى اول 2019 زي ما قولت ولا جيب في الجمعة البيضة لو في عرض مونغري لو في عرض مونغري قوي قوي يوم حقق الجهاز اللي انت عايزو توكل على الله وهاتو لكن لو استنيت هي اسعار الجمعة البيضة هتبقى هي اسعار 2019 ده وجهة نظرية اه معايا خمس تلاب جنيه احسن تليفون اتجيبه ده اقولناها في الترشحات احسن موبايل فيها المتوسطة اقولناها هل اه مازال البوكوفون يستحق الشراء امام منافسين الجدد اه الجهاز بصراحة يستحق الشراء وخصوصا بعد معالجه حاجات كتير في السوفت وير بتاعه اه في اسئلة انا بعديها و اه ويعني عشان بتكون اتجاوبة قبل كده انت ليه بتعمل المقدمات البردة دي وبصراحة الاسم حفة دي سهد دد اسم مش بص يا سيدي المقدمات دي انا بتديت بيها لان انا بحب اهزر مع الناس لان انا مش داخل الموضوع فورمل جدا انا دخلت بهزر مع الناس وبعتبر الناس اخواتي وبهزر معهم عملت الموضوع ده الناس انت ما بتشوفش الكومنتات ناس كتير قوي بتبعت تقول لي جميلة مبسوطين كويس حتى لو هي من وجهة نظرك انا مش زعلان والله انك طول عليها وحشة طيب جيت قلت عشان نقطع الشك باليقين عملت اه زي استفتاء وحطيته على صفحة الفيسبوك سبعين في المية قالوا كمل المقدمات وتلاتين في المية قالوا بلاش المقدمات هعمل عشان خطرك تاني واشوف برضو لكن حمشي في النهاية على رأيي الاغلبية واعتقد ده الصح اللي المفروض يتعامل نصحتك له متضدق في المجال بتاعك حب اللي انت بتعمله ده نمرة واحد يعنى ادي كويس قوي لشغلك واطدي الحاجه اللي بتحبها وقتك و اديها مجهودك واطفعك معاليش اطعب واصرف هتلاقي نتيجه كويسه ااااااااا يعني حتى هتستفيد كتير من انك تعمل ده من جواك وتحب الحاجه اللي بتعمله ل ning還ددو ضس Jewsiches 1 احسن تليفون في فئة 3000 G6 ولا سؤال مش عارف افهمه يا عبدو علي ياريت تبعط لي السؤال تاني اه توماس وجيه انا بحبك جدا ونفسي ترد علي الاوبو الاس ري اس ولا الهواوي الواي سيفن ونصف نفسي ترد علي عشان نحتار طيب يا توماس وانا بحبك جدا انا كمان عشان انت بتحبيني اكيد والاوبو الاس ري اس النسخة الاثنين وتلاتين تلاتة جي جرام هتكون احسن من الهواوي الواي سابن ايه عيوب انفينيكس اس سري وهو افضل ولا الهوت سيكس برو وايه افضل موبايل بالفين وخمسمائة جنيه لا الحقيقة من وجهة نظري هقول لك هات الهوت سيكس برو النسخة الاعلى لان انا شايفه افضل ما حبيتش الاس سري حسيت ان الجهاز كان فيه مشاكل عايز اجيب نوت نايم بعشر تلاف جنيه بس اعمل ايه دور على واحد مستعمل او اقول يا رب ايه ربنا هكربك ايه دور جيب كل الموبايلات على حسابك او والله بجيبها على حسابي وبقاباعها وفي حاجات بحاول اجيبها بسعر اقل علشان ما تبقاش نسبة الخسارة كتير مش هتعمل جي باوي عشان عايز اغير تليفوني اللي بقاره اربع سنين ومعيش فلوس يا جو تيك انا عملت جي باوي فعلا على صفحة الفيسبوك من فترة كبيرة مش كبيرة قوي ونتيجاتها طلعت قريب وكان فيه عشرين شخص فازوا مش كلهم بموبايلات طبعا والله وعلى حسابي لكن اوعدك اول ما حتجيلي موبايلات من الشركات هعمل جي باوي تاني بازن الله هل اعتمادية شركة اوبو جيدة اه كويسة عندك كم سنة ومنين جاوبنا السؤال ده لايك يا شبابي رأيك في معالج واي ناين الفين وتعمنتاشر هو معالج هواي جديد كويس جدا المعالج الكيرن سبعمائة عشرة اه بلاي ستيشن ولا موبايل لا بصراحة هاتلك موبايل على عدك وهات بلاي ستيشن ولعب احسن لك يعني انت شكلك سنك صغير يا عمر فهات بلاي ستيشن ولعب وانبسط والموبايل مش هيديك يعني موبايل مش هو كل حاجة في الحياة الموبايل هو موبايل في النهائة يعني فرق من البطاريات الليسيوم وبطاريات البوليمر فيه ليسيوم ايان وليسيوم بوليمر وهيهم افضل في استخدام الهواتف من حيث طول مدة الاسخدام وطول العمر الفترة دي هما البطاريتين اسمهم ليسيوم فيه ليسيوم بوليمر وليسيوم آين هعمل لك حلقة عنهم لكن في المجمل هي نسبة التخزين ونسبة الشحن في البطاريتين بتختلف لكن الليسيوم آين اقيم شوية وافضل من البوليمر ايه افضل كاميرات نوفا سري اي ولا اي سيفن ولا اف ناين لا اعتقد يعني هيبقى الاف ناين عايز اشتري فون بس محتار جاوبنا السؤال دا جاوبنا السؤال دا كودة نوت سيكس برو ولا اونر ايت اكس انا عملت مراجعة عن الجهازين استاذ مؤمن عزة تقدر تشوفهم هتتبسط وحتعرف اجابة سؤالك انا لو عندي قناة على اليوتيوب بنازل فيها فيديوهات عن الموبايلات والبرامة وكده وعندي قناة تانية بنازل فيها محتوى رياكت هل القناة تمنع الشركات انها بعد كده تبعتلي موبايلات علشان اعمل عليها لا ما تمنعش ما اعتقدش انه انت لو بتقدم محتوى كويس والشركات شايفة ان انت بتقدم محتوى تماما لا همش دعوة ايه اللي انت بتبعت سؤال على ليل مي مراجعة ميزو 16 اكس انا عملت ميزو 16 بلاس حراقي في جهاز الانر بلاي قلته انت تاجر موبايلات مش تاجر بمعنى كلمة تاجر بس انا عشان اجيب الاجهزة اللي باشتريها علشان اقدر اعمل عليها مراجعة ونسبة الخسارة تبقى ضعيفة بالنسبة لي فبجيب جهاز ورجعه وابيعه فده بيضطريني احاول ااخد بسعر كويس وابيع الجهاز تاني عشان اقدر اجيب غيره واعمل عليه مراجعة ودلوقتي هناخد اسئلة الجزء الخاص اللي جيه على الفيسبوك لان البوست كان نازل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اشتري ايه في الفئة المتوسطة بجد انا توهت مختار والله مختار انا كمان توهت وعايز اقول لك اني بروح مع اصحاب محلات صحابي والله الناس كلها تاهت لكن حدد اه اختياراتك وحدد اه اللي انت عايزه وصدقني هتقدر توصل للجهاز اللي حيفيدك بسهولة السكستين بلاس طلع بيتكلم على الميزو سكستين بلاس ستسخيلة اتمن طلع عباش هتعمل عليه المراجعة وان شاء الله ما عرفش بقى ساعة الفيديو هتكون اتعرضت ولا لأ بس المراجعة تصورت السيفن 2018 هيحصل على وجهة سامسونج جديدة اه هيحصل كتر الاجهزة في سوق حاجة كويسة للمستهلك ولا متعيبة والله يا متعيبة سامح ورابي متعيبة سامح والله بس يعني عن نصيب بقى يعني هنعمل ايه بس هتديك برضو اختيارات متعيبة للشخص المتردد وكويسة للشخص اللي عاوز عارف هو عاوز ايه احلى كاميرات تليفونات فيها متوسطة جوابناها افضل هاتف جوابناها ريلمي تحديث سامسونج جي فايف برايم هينزل امتى وازاي افتح اي كلاود ايفون طيب تحديث سامسونج جي فايف برايم مش حاضرة رفيدة كفية خالد لكن ازاي افتح اي كلاود ايفون ما بيتفتحش وبيتفتح بطرق غير شرعية وممكن يرجع تاني وما انصحش انك تاخد تليفون اي كلاود عشان تفتح له الاي كلاود بتعود هوجة نظري الشخصية عشان في ناس بتتع اذا انا بفتحه وعندي واحد بيفتح الاي كلاود انا مش قصتي ان الاي كلاود يتفتح لان يعني لو الاي كلاود تقفل منك والتليفون تليفونك خد الفاتورة او خد العلبة وروح شركة قبل هتفتحه لك ده الاختصار يعني الاجهزة المتوسطة اقدر اكون عجيب من خلالها احسن من خلالها افضل كاميرا برضو تكلمنا على الجزء امتى هنشوف وان بلاس في مصر ورايب ان شاء الله هتشوف الوان بلاس في مصر مع اتاقدش ااااا وهل الشركة تنازل تليفون تحت 6000 جنيه يا رجل ده ما عملتهاش من يوم ما نزلت يعني من قبل تعويم الجنيه كان ممكن ما دلوقتي كل سنة امتطيب قول امتى هشوف الوان بلاس جهاز تحت 10.000 جنيه حتى انا ياريت تعمل فيديو عن الساعات الزكية حاضر ايه اهم من المميزات وعيوب وجهة شاومي برنامج الكاميرا بتاعهم كويس وهواوي وايه الافضل فيهم طيب هواوي برنامج الكاميرا كويس وجهة شاومي بصراحة وجهة سريع جدا وبتديك اداء كويس كل وجهة ليها مميزاتها وعيوبها فلاكشيك السنة قديمة ده جاوبناه اداء بطارية مي ايت لايت في الاستخدام التقيل تقعد قديها تقعد معاك حوالي خمس ساعات سكرين اون تايم لست ساعات ليه بتفضل عموما معالجات سناب درجون عن كيرين وميديا تيك بصراحة بحس ان معالجات فيها صعبات اكتر في السناب درجون ليه الشركات دايما تنافس بعض في حجم الشاشة الكبير مع ان الموبايل ما بيبقى صغير بيبقى احسن واشك لا الحقيقة الموبايل الشاشة الكبيرة ثبت نجاحه والناس كلها ادتدت اتجه لموبايلات شاشات اكبر وخصوصا ان الشاشة بتكبر مع الحواف الاقل فبيديك حجم الشاشة ما بتحسش ان هو كبير ايه هو الروت وهي السلبيات والاجابيات اختصارا كده الروت هو عبارة عن ان انت بتكسر حماية الجهاز علشان تقدر تحمل عليه روم غير رسمية او آآ صوفتوير غير رسمي للجهاز يا نواوي ما ردتش علي ايه افضل هونر ايت اكس ولا مي ايت لايت انا عاوز اشتري ومش عاوز اشتري الا ما اعرف رأيه يا راجل ده انا عمل لها مقارنة يا احمد يا ابراهيم ده انا عمل لها مقارنة على القناة يعني مش لازم ارد عليك بشخصك بصحناية الاتنين يا احمد خش على القناة بتاعة محمد النواوي وهتلاقي مقارنة بين الـ 8X والـ 8 Lite هتلاقيني آية اللي فيها رأيي وكل حاجة مش قلت هتعمل حلقة عن برامج التجسس وخفية الرقم والكلام ده وفين يا ريس يا رجل ده أنا قلت من يوم واحدة واحدة ده ما بقومش أنا أعمل الحلقات كده هب على طول أبيع تريفوني الشاوم القديم فين في محلة ولا على انترنت أكيد لو هتبيع لمستخدم هيبقى أفضل لك لأن مش هيبقى فيه نسبة ربح هيبقى ريح لهو مباشرة فهتاخد سعر أفضل من أن المحل هيكسب منك إيه رأيك في الـ 8 كويس قديم بس كويس وشغال يعني حيديك أداء على قد سعر ليه كل شركة مظلومة دعائية مع أنها تسألك شوية ليه تجاوب عليه شركة مظلومة دعائية مع أنها من أقوى الشركات وشركة تفاقد بالدعاية وشركة متعملش دعاية وتبيع شركة ايه لا يا متولي ميتو أنا توتو والله يعني السؤال كده أنا أقرأ برح هسألك ليه شركة مظلومة دعائية مع أنها من أقوى الشركات وشركة تفوقت بالدعاية وشركة ما بتعملش دعاية وبتبيع وشركة بتعمل دعاية وما بتبيعش وشركة بتفلس خلاص والله ما أنا فاهم حاجة من السؤال يا نيتو أنت راجل قديم معاي في الصفحة بس وضح لي السؤال والله أنا حجاوبك أنا عايز أشتري جهاز أندرويد جهازين أندرويد نصحني بإيه يعني فيه أجهزة كتير قوي حالك تريد تشوف إيه هو نوع موبايلك الشخصي أنت راضي عنه ولا أختصارا أنا مليش موبايل شخصي أنا كل يوم أو يومين بجهاز أو بجهازين ثلاثة في إيدي عشان بجرب إلى أجهزة لو شتريت سيفن ايتج الأيام دي حلو لو لقيت الجهاز بحالة كويسة وجهاز كويسة يبقى حلو ميت توينتي برو نازل مصري أنت خلاص على أبواب الماكت بتاعه في السوق حاليا وقريبا جدا حينزل مصر عايزة اشتري جهاز من اللي معاك لو هتبيع حاجة ياريت تقول في الفيديو أنا عندي صفحة اسمها هواتف محمد النواوي ببيع عليها أجهزة المراجعات ممكن حضرتك تخش عليها واللينك بتاعها على صفحة الفيسبوك وان بلاص هتنزل امتى ما عرفش والله يوم عنديش خبر هتنزل ولا لا أو ما اعتقدش هتنزل لو ما تعملش مشروع إن حضرتك تعمل موقع اللي مش موجودة في مصر ليه ما تعملش مشروع لو والله هو أنا مكتفي في الفيديوهات تجارة الموبايلات بقت مقلقة جدا ومرعبة ليومين دول وفيها خسائر كتير نتيجة نزول أجهزة مطلحقة فبلاش منها نوع رامة دي دي ار أنا هي أحسن نوت ناين ولا مي ده في حتة وده في حتة بس النوت ناين في المجمل هيبقى أفضل أول سمارتفون جربته أنا جوابت على السؤال ده مي ميكسس لي هنزل إمتى رأي حرك في السامسونج الجي ايت إزاي بتجيب الموبايلات وبتجيبها على حسابك جوابت السؤال ده يعتبر كده جوابنا كل الأسئلة بشكركم وده كان الجزء الثالث والأخير من فيديو أسئلة شهر نوفمبر كانوا ربعمائة سؤال جوابت على تقريبا معظمهم أو كلهم بشكركم وآسف لو كنت طولت عليكم ويا رب تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وأشككم على خير في الفيديو اللي جاي وكان معاكم محمد إن نوعه ترجمة نانسي قنقر